والآن مع الجزء الخامس والأخير من الوحدة التانية وهو نوع آخر من الدوال وهي الدوال المثلثية هنتعرف عليها هي مين من الدوال المثلثية ومجالها ومداها والرسم أو الشكل بتاعها فأول دالة عندنا اللي هي دالة الصين دالة صين إكس دالة صين إكس مجالها R يعني جميع الأعداد الحقية والرينج بتاعها بياخد من سلب واحد إلى واحد من سلب واحد إلى واحد دالة فردية يعني إيه دالة فردية يعني لو شلت كل إكس حط ما كانها سلب إكس لو كنت شلت كل إكس حط ما كانها سلب إكس دي نفس الدالة ولكن بإشارة مخالفة متمثلة حوالي النقط الأصل أنها دالة فردية الدالة دي دورية ودورتها 2倍 يعني إيه دورية يعني بتكرر نفسها كل فترة اسمها 2倍 رياضيا معناها أن لو شلت كل إكس وضفت عليها إيه 2倍 تدي نفس الدلة بالزبط. لو نجي نبص رسمة بتاعتها هنلاقيه عاملة كده. هنا قمة X باي. هنا قمة X باتنين باي. خلاص? هتلاقي الشكل ده بيكرر نفسه ايمين. وهكذا. يعني دي تكون اربعة باي. دي تكون ستة باي. وانا ماشي كده الى مالة نهاية. ستة باي. نفس الكلام من اليسار. يبقى ده سالب اتنين باي. كمان مرة. يبقى سالب اربعة باي. كمان مرة. يبقى سالب ستة باي. وانا ماشي ممتدي الى مالة نهاية من ناحيتين. طيب لو عادي اجيب قمة الصين عند زاوية. اقدر اجيبها عن طريق مسلس. المسلس ده قائم الزاوية. وطالما قائل الزاوية ده فالضلع للقصاد بسميه وطر. ضلع للقصاد الزاوية بسميه وطر. اللي المجاور لها مع الزاوية مجاور للزاوية بسميه ضلع مجاور. المقابل للزاوية بسميه ضلع مقابل. طب الصين بتيجي ايه بقى? الصين هي عبارة عن الضلع المقابل الطول ده على الوطر. ودائما الوطر اكبر من المجاور والمقابل. ازا الصين دائما وابدا اقل من الواحد. الدلة التانية هي الكوزين. الكوزين مجالها الرينج بتاعها من سالب واحد لواحد. دلة زوجية يعني لو شلت كل اكس وحطت ما كانها سالب اكس تفضل زي ما هي ما تتغيرش. متمثلة لان الدلة الزوجية متمثلة حول محور واي. دلة دورية دورتها اثنين باي. يعني لو زودت على كل اكس اثنين باي تفضل زي ما هي بالزبط. اقدر اجيبها من المثلث قائم الزاوية ان انا بقسم طول الضلاء المجاور على الوطر. رسمتها بالشكل ده كده. وانت تكرر نفسها بقى. وهكذا من اليمين واليسار. طيب هو ده نفس الشكلة بالزبط بتاع دلال اللي فوق اعلى قيمة لها السقف بتاعها موجب واحد. واسفل قيمة لها السقف بتاعها متحت سالب كام واحد. الحاجة المختلفة عن الصين ان الصين بتبتدي من الصفر كده. لكن هنا بتدي من عند مين? من عند الواي تساية واحد. دول الدلتين الاسيتين اللي هما الصين والكوزين. عن طريقهم بجيب اربع دوال اخرى. الا وهي دلة التان اكس التانجنت اكس. عايزكو بس تلاحظوا حاجة يا شباب ان يعني التان دي اختصال لكلمة تانجنت. فباخد اول ثلاث حروف. الصين كانت اس اي ان اي باخد اول ثلاث حروف. الكوزين كو زين باخد اول ثلاث حروف. طيب التان اكس بقدر اجيبها بمعلومات الصين والكوزين ان انا اقسم صين على كوزين. طيب كويس اول. ده خارج اسم الدلتين. لو انا عارف المجال بتاع البسط وعارف مجال المقام اقدر اجيب المجال بتاع الاسمه. نقول لك قبل كده مجال البسط ار ومجال المقام ار. يبقى اسمتهم هو تقاطع مجال البسط مع مجال المقام مع ده اصفر المقام. ار تقاطع ار تديني ار مع ده اصفر المقام. ايه الحاجة اللي تخلي المقام بصفر? هي اتنين ان زائد واحد باي على ار حيصل ان ده عدد طبيعي. احط بواحد باتنين بصفر بتلاتة وهكزا. الرنج بتاعك هو ار. يعني قيمة الواي هي ار. دي دلة فردية. ليه دلة فردية? لان الصين فردية والكوزين زوجية. فلما اقسم فردي على زوجي يديني فردي. وكأنك بتقسم سالب على موجب. فيديك ايه سالب? يبقى لو شلت كل اكس وحط مكانها سالب اكس يديني سالب تان. الدلة دي دورية ودورتها باي. يعني لو شلت اكس وحط مكانها اكس زائد باي تديني الدلة الاصلية. زي ما قلت لك بجيبها ها قيمة الصين على قيمة القزين او بقسم طول الضلع المقابل على طول الضلع المجاور. الرسمة بتاعتها بحاجة بالشكل ده كده. وتكرر نفسها ببقى. يمين ويصار.